الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعملين بشركة القطاع العام وقطع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام القانون الخدمة المدنية والعملين بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا يستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون تعد هذه العلاوة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ونصت المادة الرابعة من القانون على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا ويعمل بالقانون اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة بالتبهي وذلك من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له خاصة من مطاري القاهرة وسفينكس وربط المتحف بهضبة الأهرام جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلاة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وقصر الأمير محمد علي معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والأثار وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطع السياحة وشهد الاجتماع استعراض خطة الوزارات المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية أكد رئيس التونسي قيس عيد أن تونس موحدة وستظل كذلك بعيدا عن محاولات تحويلها لمقطعات يتم التصرف فيها خارج قوانين الدولة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس التونسي مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين هذا وتناول الاجتماع الوضع الأمني العام في تونس وضرورة حفظه في إطار القانون ودعا سعيد الجميع إلى احترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها دعا الرئيس الاندونسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية وذلك خلال افتتاحه قمة المجموعة في بالي وخلال كلمة قبل الجلسة الافتتاحية أكد ويدودو أنه في حالة عدم إنهاء الأزمة سيكون من الصعب على العالم المضي قدما وحتى الرئيس الاندونسي دول الأعضاء في مجموعة العشرين على تجنب حرب باردة أخرى بين القوى الكبرى مشددا على ضرورة عدم تقسيم العالم إلى أجزاء تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادية الذي تسببت فيه عمليتها العسكرية في أوكرانيا ويطالب القرار بأن تتحمل روسيا مسؤولية أي انتهاك للقانون الدولي وللنثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا وتتحمل أيضا العواقب القانونية لجميع أعمالها على الصعيد الدولي وحصل القرار على 94 صوتا بينما صوتت 14 دولة ضد القرار فيما امتنعت 73 دولة عن التصويت أكد رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية في أجزاء من منطقة خرسون استعدها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي وقال زيلنسكي خلال خطابه اليومي بعد زيارة خرسون إن كل المرافق المهمة في المدينة تم تلغيمها كانت شركة الكهرباء الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسية في خرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دينبرو الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة تستهدف سلاسل إمداد الجيش العسكري الروسي والشبكات المالية المرتبطة بالكريملين بما في ذلك كيانات في فرنسا وسويسرا ووثقا لما جاء في بيان لوزارة الخزانة والخارجية الأمريكيتين فإن العقوبات تستهدف الشركة للإلكترونيات الروسية وشركات وهمية في أرمينيا وتايوان وسويسرا مرتبطة بها وأعلنت واشنطن أيضا فرض عقوبات على أفراد من عائلة الروسي سليمان كريموف الذي سبق وأنستهدف بعقوبات أمريكية أعلنت الحكومة الكندية أنها ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا والتي تتجاوز حاليا عتبة مليار دولار كندي وهو ما يسوي 729 مليون يورو وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان إن هذه المساعدة العسكرية الإضافية ستدعم الأوكرانيين الذين يواصلون الدفاع عن بلدهم والقتال ضد القوات الروسية من جانبه وقه الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلنسكي الشكر لكندا على المساعدات الجديدة نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل